ان شاء الله يا رب يعني هذا البرنامج فعلا برنامج طموح وبإذن الله رحلة النجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كما كان الحال في المرحلة الأولى ان شاء الله يكون نفس الحال وأفضل كمان في المرحلة الثانية في اجتماع مجلس الوزن النهاردة كان الحديث عن كورونا طبعا حاضر مما لا شك فيه قبل بس ما أكمل أنا قلت لحضراتكم على الأجازات الرسمية بعض الناس كانت بتتساءل على طب بالنسبة للبنوك البنك المركزي قال النهاردة ان البنوك أيضا أجازة من الخميس يعني خميس جمعة طبعا سبت حد اتنين أيضا البنوك أجازة الأجازة دي لكل العاملين في الدولة يعني قطاع عام وقطاع خاص كل القطاعات طبعا معادة بعض القطاعات اللي هي ما ينفعش بقى فيها أجازات زي مستشفيات إسعاف شركات المياه والصرف الصحي شركة الكهرباء وما إلى ذلك في الاجتماع النهاردة كان الحديث بشكل واضح طبعا على موضوع كورونا وبما أننا ندخلين على أجازات الأجازات دي الحقيقة أن احنا بنتمنى أنها تساعدنا في أن احنا نقلل منحنى الإصابات فده يترجم لإيه؟ يترجم إنه كل واحد يقعد في بيته ما يتبقاش أجازة فنلاقي كل الناس نازلة من جماعة في أماكن مفيش إجراءات احترازية مفيش تباعد مفيش 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 فعشان كده كمان دولة رئيس مجلس الوزر النهاردة وجه بإنه لكل الوزرات وجههم بإنه يتم منع إقامة أي احتفالات أو فعليات جماهرية ما نلاقيش بقى حفلات ومش عارف إيه والكلام ده كله عشان يعني ده ما يقديش إلى أنه الألف تبقى ألفين تبقى ثلاثة وضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي اللي بتخالف تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا اللي يحصل في ساعتها الغلق الفوري ده اللي النهاردة أوجه به دولة رئيس مجلس الوزراء